النهاردة مؤتمر صحفي لجل متسبي أحد يقول في القرارات عارفت تتحسي أنه إيه طالعي أخد اللقاء طبعاً النهاردة هقول لكم شوية قرارات حلوة بالزبط إيه رأيك في اللي حصل النهاردة؟ إيه تعليقاتك على القرارات بشكل عام وما كان يمسك حاجة حاجة؟ بص يا كريمي يعني في القرارات النهاردة كلها كانت منطقية متوقعة المؤتمر ده كان على هامش اجتماع للمكتب التنفيذي فعادة المكتب التنفيذي بيكون فيه أجندة بعض القرارات محطوطة أو بعض الأمور اللي هيتم دراستها ويتم منقشتها والتصويت عليها لازم بعد المكتب التنفيذي بقى فيه مؤتمر صحفي يتم فيه الإعلان عن كل البنود اللي تم منقشتها في الاجتماع النهاردة كان فيه مكتب تنفيذي وبالمناسبة للمكتب التنفيذي التالي هيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس في تنزانيا في داري السلام معظم القرارات كانت يعني إلى حد ما متوقعة أنها يتم منقشتها والقرارات يعني ما فيش حاجة منها خارج على المألوف غير الكلام على دور السوبر الأفريقي هو ده إيه الحكاية بتاع الدور السوبر الأفريقي أنا طرحت كم سؤال كده في بداية الحلقة في المقدمة إنه إيه المئة مليون أنا اشتفى معت الرقم قلت إيه ده الدور الأبطال أوروبا ده ولا إيه مئة مليون دولار دي جات منين ليه إزاي نوسيا كريم هو الحقيقة أن كل مكتب تنفيذي لازم يكون على الأجندة بند السوبر دور السوبر الأفريقي لكن النهاردة هم فاجأونا أن فيه تفاصيل حتى لما كان بيتحط على الأجندة في الاجتماعات قبل كده ما كانوش بيتكلموا فيه في المؤتمر الصحفي لكن النهاردة تكلموا إنت سألت سؤال مهم جدا هم إيه المئة مليون المئة مليون دولار لبطولة في أفريقيا ده رقم طبعا زي ما أنت قلت مهول جدا الحقيقة أنه هو مش حد يقدر يجاوب على السؤال ده ولا حتى متسيب نفسه متسيب نفسه لما تسأل أسئلة قريبة من الحاجات دي النهاردة هو ما يقدرش يجاوب لكن إحنا نقدر نقول أن هم عندهم أمل أن المئة مليون دول يجوا من البس التلفزيوني ويجوا من الرعاء المحتملين طيب باترس متسيبي أنت بتتكلم على واحد من أعمدة الاقتصاد في القرى الأفريقية كلها لكن هو لحد النهاردة ما حطش إيده على راعي يقدر أنه هو ينفست بشكل قوي في الدوري السوبر الأفريقي وكمان هو ما يقدرش يحسم الموضوع أنه هو حيجيله عقود رعاية من البس التلفزيوني بسبب خلفيات هو ممكن ما يكونش مسؤول عنها لكن هي أمر واقع كل ده يا كريم ياخدنا المنطقة معينة أن السوبر ليجي الأفريقي ده ممكن نقدر نقول عليه بينقصين كده أنه هو ممكن يبقى بمثابة فخ للاتحاد الأفريقي لأنه هم بيتكلموا وأنا فجئت كمان يا كريم تعرف أكتر حاجة فجئتني إيه؟ أنه هم بيقولوا أنه هو في شهر 28 23 هيتطبق خلاص يا كريم ده باقي 13 شهر صحيح أنت مفروض أن أنت بطولة بالحجم ده بالعوائد دي وبقى على 13 شهر أنت بتبدأ عد تنازلي صحيح يبقى كل حاجة واضحة النهاردة لما تسأل فيه طريقة البطولة والتصفيات ومين هيكم مين لا أعرفش رد الردود يعني عايمة اللي هو هتضم 24 نادي اللي هم الأعلى تصنيفا في القرى الأفريقية وقال إن قريبا حيبقى عندكم معلومات عن البطولة طيب ليه إحنا بنقول إن صبر الأفريقي ممكن يكون فخ أو حاجة أكبر من قدرات الاتحاد الأفريقي دلوقتي وهنتكلم برضو يا كريم هم ليه بيشددوا أو بيجروا في موضوع الصبر ريجل الأفريقي الصبر ريجل الأفريقي هنبدأ من النقطة دي هم بيجروا فيه لأنه هو ده الخلاص للاتحاد الأفريقي من الناحية المالية الراجل النهاردة أول مرة من وقت لما ماسك الكاف قالك إن الاتحاد الأفريقي يواجه تحديات مالية جادة فده إشارة واضحة وصريحة من رئيس الاتحاد الأفريقي إن فيه أزمة مالية محتملة للهيئة الأكبر في أفريقيا دي حاجة تاني حاجة هو باترس موتيبي عشان يكون موجود على الكرسي ده كان واخد دعم كامل وشامل من جاني إمفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشرط واحد يا كريم إنه هو إنت راجل أعمال ومن أعمدة الاقتصاد وهو مصنف من أغنى عشر شخصيات في القرى فإنت عشان تكون موجود في الكرسي ده فإنت لازم تنقل الاتحاد الأفريقي نقلة مالية النقلة المالية للاتحاد المتسيبي عملها إنه هو تبرع تقريبا بمبلغ حوالي 200 مليون أو 300 مليون للكرة في المدرس في أفريقيا غير كده لم نشهد أي راعي جديد لم نشهد أي إن في مشاريع متعلقة من الناحية الاستثمارية في الاتحاد الأفريقي لا أنا أقول لك ما شفتش تطوير في الملعب ما شفتش تطوير في البطولات ما شفتش تطوير مثلا لمنظومة التحكيم تلحد البطولة الأخيرة بتاع الدولة أبطال أفريقيا دول مجموعات ما كانش فيه بار أصلا صحيح فأنت البطولات الأساسية بتاعة كاسة الأفريقية كان فيه مشاكل بالجملة بالجملة في الكامير وصدافة البطولة من الملعب والدخول والمدرجات وخلافه فأنت ككاف لحد الوقت في البطولات الكبيرة اللي بتلمع نفسك بيها أنت مش تصارف عليها الله أعلم بقى التصارف عليها تاني بس إحنا مش شفتناش بعنينا أنه الكاف بيصرف أو بيطور في الكهر الأفريقية حتى هذه اللحظة مع متسبي طب كريم أنا هرجع بيك لكلمة دور السوبر الأفريقي بينكوسين أنه ممكن يبقى يبقى فاخ هرجع بيك حوالي مثلا سنة أو سنتين وقت لما كان أحمد أحمد موجود رئيس الاتحاد الأفريقي جاني إنفانتينو نصحه بشكل ودي أنه هو يفسخ التعاقد مع لاجردير اللي هي الشركة المسؤولة عن النقل التلفزيوني في البطولات الكاف وكان عقده ضخم جدا يكاد يكون هو الأضخم من بعدي عقد تلفزيون سوبر سبورت في جنوب أفريقيا طيب سألوا سؤال قالوا طب أنا أفسخ العقد ليه يعني أنا الناس ملتزمين من الناحية القانونية وملتزمين بكل البنود قالوا أفسخ عشان فيه شركة معينة من الصين هي هتخش تبقى مكان لاجردير الرجل بمنتهى الحسن بناء السزاجة راح جاي فسخ العقد مع لاجردير لاجردير راح اجد المحكمة وخلاصه وزي ما بيقول باللغة ده رجع مجرجرة الكاف في المحاكم لإني لها حقوق العقد تفسخ بشكل غير قانوني ومن طرف واحد طب هل الشركة الصينية دي جات فيش حد جات طيب الأسوأ بقى يا كريم أن سوبر سبورت اللي هي اعتبر الجهة التلفزيونية التانية من حيث الحجم بتنقل بطولات الكاف خدت موقف يحترم أن بما أن أنت فسخت مع لاجردير وها ما عملتش حاجة غلط فأنا حفسخ معاك وانت ما عملتش حاجة غلط معايا فأصبح الكاف هي دي يا كريم النقطة اللي دخلت الكاف في الأزمات المالية الرهيبة فهل نصيحة إنفنتينو الأولى حتختلف في المرحلة التانية هل هو يضمن أنه هو هل المتسيب يضمن أنه هو يجيب رعاية ينقذ الكاف من الناحية المالية هل إنفنتينو هيضمن أنه هو يجيب رعاية على النقل التلفزيوني ينجحه السوبر الأفريقي هو ده السؤال بقى فيه سؤال تاني المئة مليون معرفناش هيجوا منين مبدئين كده يعني بس تلفزيوني أنت مش متأكد أنه ممكن تأخد منه ما مضاش حاجة